ظهور مميز للنجوم الشباب اللي شفناهم بيتصدروا المشهد في مارس ندراما رمضان عشرين أربعة وعشرين أداء مميز خف الدم وشطارة شفنا بيهم ضيوب حلقتنا النهاردة احنا منورنا في تفزيون اليوم السابع النجمة الشابة ملك أحمد زاهر وأحمد عنان منورنا في تفزيون اليوم السابع منورك يعني في البداية نعايزة أقبركلكو على محارب انتو اللي اتنين من الحياة عاملين أداء مميز جدا وعندما احمد رأيناك بشكل مختلف ومميز أيضا السنادي وأمان ملك شاهدناك بدور الشرينة وهذا هو الأول مرة مين يبدأ الأول؟ يبدأ أحمد لا، سلام جميلا جمال أول قالك لدي شميلا كلمين ملك السنادي عن ظهورك للمرة الرابعة قدام أحمد زاهر أعتقد أن الموضوع لا يبقى سهل أو تبقى مرتاحة؟ أعتقد أنه مبدئيا لكي تكون صدفة يعني أنه يجب أن نعمل وفجأة المؤلف أو العكس أو المخرج يجب أن يكون صدفة ونحن كنا في الأول يجب أن نعمل ونعمل مع بعض أو أخرى يجب أن الناس ستقول أن هذا هو عب بنته ولكن بعد ذلك نبقى نعمل نعمل الشغل حلو والأدوان حلوة ونعمل نعمل ونجب أن نتكسل هذا الموضوع أعتقد أنه يجب أن نعمل بالعكس لأننا سنعمل مع ممثل ونعمل مع ممثل ولكن لا يجب أن يكون هناك رهبة وهو بابا في اللوكيشن لا أعتقد أنه لا أتكلم أيضا لن أتكلم أيضا لأن أحمد تعمل معك في المسلسل ويوجوده في اللوكيشن مريح جدا يساعد كل الناس ولذيذ قوي وممتع وبالعكس الشغل معي ممتع قوي ولذيذ قوي فأنا يبقى بالعكس مبسوطة وأنا أول مجال المسلسل لا أعتقد أننا سنتقابل أصلا نعمل نحن نريد أن نرى دور شرير نحن نرى ملك بي دائما البنت الكيوت السغلططة المرة دي بقى شفنا خلاص ملك في دور واحدة كبيرة شريرة جدا تيكتاكر فأكلميني أكثر عن كواليس الدور هذا هو أكثر شيء يشدني أصلا في الدور أنه مختلف أنا دائما بعمل الغالبان البريئة اللي حرام جايين عليها وبتعادت طول الوقت وبتاع المرة دي بقى قريت الدور وقلت لا أخيرا مختلفة أخيرا طلعت بقى من فكرة البريئة الغالبانة وحاجة رامنا مش شريرة هي مستغلة وبتاع مصلحتها وهي عاملة لنفسها بنت حياة لنفسها ليس بتاعتها خالص هي بنيها بأيديها فاللي هيجي عليها هاد بهدلو صعب أنا وبعزي الطفان فهو دا اللي شديني لها بصراحة وقعدت طبعا زكرتها كثير وعملت لها باجراوند مع نفسي وكاريتر كوفايل وحاجات كثير قوي عشان خطر أعرف أمسكها أحمد كمان استنادي شوفنا رامي العزيزي دور مختلف شوفنا بقى أحمد في دور خارج عن المطاق المألوف عنه فتكلمني كمان أكتر عن هذا الدور دا وخاصة إنك تشارك بأكتر من حاجة في رمضان استنادي شوفناك كمان في إمبراطورية ميم عامل دور الشاب الجماعي فتكلمني عنك وليس المسلسلين مع بعض رامي في محارب هو ولد مستهتر شوية بس أنا كان وجهة نظري في رامي كتب حاجة ناديا خالص إن رامي مش مش المشكلة مش عنده المشكلة عند مامته وباباه لأن يعني إحنا لو لحظنا هو مع الوقت هو مش وحش هو طيب جدا لأن هو بيسق في الناس ويسق في أصحابه وحياة كثير قوي هو ضحية الظروف المحيطة به بس يعني مامته مدلعه جدا باباه جديد شوية بس طبعا ساب دلع مامته فهو طلع ولد مستهتر بيخش على سوشال ميديا وبتاعه وبيعمل بيرعب بالعربية وحاجات كده فهو ملوش زنب في كل ده وهنشوف طبعا أحداث جاية كتير حلو قوي بس كده أنا كمان شايفة أن في حاجات كتير مشتركة ما بينكم بعيدا عن أنكم صحاب أنتو اللي اتنين كمان اتولدتو نجوم يعني أنتو اللي اتولدتو في عائلات فنية جدا بداياتا من أحمد زاهر وليلة ومونة وملك كلكو أنت كمان يا أحمد مثلت من وينت عندك أربع سنين وبعدين كان حظك حلو مثلت قدام نجم كلنا ابن عشاء وقدام كريم عبد العزيز وكنت واخد دور ابنه كان الحقيقة دور مميز فأنا أريد أن أعرف أنتو فعلا مترابدين على فكرة أنكو تحبوا الفن ولا هي جات بالصدفة ماذا؟ أنا أعلمش الحلقة كلها لدي في فالس كما يقولون من وانا بيبي وانا بيبي وانا بيبي وانا بيدي شغلت وانا متجاوز ممثل فمساعدة تولدت وانا بيأخذني معه بحكتي بكل شيء فكبرت في الوكيشن بعدين عندما أشعر أن أريد أن أفعلها فعلا أعمل هذا في المدرسة كثيرا في المسرح المدرسة وبعدين اشتغلت كما تقولون كده تعلمت أصول مهنة من غير محد يعلم هذه فهم قصدي يعني خذتها بالفترة وبعدين أكيد الجينات ليها عامل يعني قالها يا ربي يعني أتمنى يعني إذا نتشرف لو احنا فينا شيء من الباب يعني واحنا صغيرين تهيلي احنا كنا النجوم لأطفال فهم الله أعمى أحمد كان نجمة واحد من الناس واحنا كنا عمر وسلم فكان في فترة كده بتاعتنا وبعدين قعدنا كلنا مرة واحدة ورجعنا تاني في الزبط أيضا بذبوط تكلمني يا أحمد انت فاكرة كوانيث بتاعت واحد من الناس ولا كنت صغير أوي بصي أنا كنت صغير بس أنا بقى بشوف حاجات كده على على سوشال ميديا وعنتو بتاعهونا صغير أنا مش فاكر أي حاجة لما صاريح معاكت بس يعني في حاجات كده يعني في مشاهد مثلا كنت ببقى في مشاهد شفته كان المشاهد اللي بلعب فيه كرة مع كري عبد العزيز لما كان كان أصلاحا ريال كان قال إجري علي وحده أنا بسرعة خضيت أصلا فاهم أنا مش فاكر أي حاجة من الكلام ده بس أنا فاكر أول يوم تصوير ماردتش أصور كنت خايف هتقولي بابا يعني في كزا حاجة كمان عن العشق والهوى ورده ماردتش أصور انت كنحظك حلو زي ما أنا بقول يعني انت مثلك عن العشق والهوى كلهم نجوم كبار أحمد السققى ونجوم مجموعة كبيرة جدا من النجوم أول عمل مرق لطفي وبشرة ومنا زكي وإن شلبي وكان كله نجوم وكبان واحد من الناس يعني كريم عبد العزيز فكنت محزوز وإن شلبي برده بالحظ نكمل معاك لحد لقتين يعني بتعتبر نفسك محزوز وأنا صغير ممكن قوى شوية بصراح وأنا كبير يعني لسه لسه بص أنا كبيرت بقى فهمت فأنا عندي حاجات يعني حاسنا عندي حاجات كتير أقوى عايز عملها لسه حاسنا حاجات دي لسه مجدش يعني لسه عندي حاجات كتير أقوى عايز عملها بالضبط محققش حاجات كتير في حياتي وفي التمسيح كما ملك كانت بتقول أنتو عملتوا حاجات جمدة قوي وانتو صغيرين مع نجوم كبار انتو الاثنين وبعدين حصل شوية فطور وبعدين بقى راجعين بقوة مرة تانية والله ياهو بنحاول بس لعلمك اللي برضو في حاجاتك بتعزوك عليها الوقفة دي يعني وقفت في سن معين كده دي مهمة جدا فادتنا جدا مصراح أنا جات معايا كده لأن الاختيارات أكيد ما بتبقاش مناسبة قوي ممكن تختار حاجة ترجعتين دم عليها يعني قولي أكتر ليه انتو شايفين انو وقفكوا فترة ده كان مهمة لأخد ذبالك هو مش فكرة الاختيارات هو كاكيا وإحنا صغيرين أكيد ما كناش احنا اللي بتختار بس الفكرة في انو فيه سن معين كده وانتو بتجبري السن ده لازم تقفي فورا لانه أولا الشكل بتغير افكارك بتتغير كل حاجة بتتغير وبعدين الناس اللي بتفدل تشوف حد ما بتتقبلش كل مراحل حياته بتزهق بقى قلص هتقري فينا تور حياتك عجزي بقى وانشوفك لازيزة قوي انك تقفي وبعدين ترجعي مرة واحدة كبيرة فالناس يحصل عندها شك وبالتالي ده اللي حصل معينا بس احنا عندنا حاجة انا شايف برضو الناس تقبلت شكلنا وإحنا كبار بزرط بزرط يعني دي حاجة مش من عندنا احنا ولا من عبداء الله سبحان الله بجد يعني الناس تقبلت فكرة الناس دي كبرت وبقوا شباب وممكن يمثلوا تاني ويعملوا ادوار تاني وفيه ناس ما بتتقبلش ده يعني فيه شباب كتير في سننا ما قدرواش يكملوا او الناس ما تقبلتش شكلهم بس كده النقطة الوحيدة فعشان كده انا بقول انتو كنتوا محظوظين الحمد لله الحمد لله طيب ملك انا عارفة ان احمد زاهر ابا غيور جدا اه الشغل معافة اللوكيشن بقى ملك خليكي قاعدة جنبها اه ولا الدنيا لطيفة اه لا بصي هو يعني زي ما قلت بك انا ملناش مع بعضك في تيك اصلا في المسلسل ده بس اشتغلنا مع بعضك قبل كده بس هي الفكرة لا تبقاش كده لانه فابي عارف ان انا شخص مسؤول جدا جدا فهو بيبقى مش علقان علي انت اكتر واحدة في اخواتك تريبا واخدت دور اللي هو الهيدي الراسية اه بس انا على هذه خالص اه بس انا على هذه خالص و انا كمان شخص ما بيقولك مسؤول جدا وبعرف التصرف الى حد كبير فهو مش يبقى الان علي بس لما بيكون الدنيا زحمة او كده ممكن ترقيه شوية ايه لا ملك خليكي في ايدي بيبقى خايف علي عم تنيا يعني لست كنت تسأل احمد يعني قولي الموقف اللي انت بتبقى شايف احمد زاير فيه فتقول ايه سيب بقى ملك لوسك كيشو عشان ايه مش عايزين توطر لا لا يعني هو مثلا انا فكرة موقف كنا بنصور وكان فيه ايس جاي بقى تصور معاه طبعا فهو مسكها في ايده من وره كده اللي هو اللي هو وانا ورده واقف انا شفت فقلت لها وباكي بيخافه عليكو جدا 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 الموقف بجد يعني انا كمان قد شفت اللقاء اللي احمد زاير كان مش عايز يجوزكم يعني ليلة تقريبا اتخطم فلتت فلتت احنا كنا فاكرين ان الموقف هذا محظور خاص ما فيهوش انا خلاص احنا عايزين في البيت احنا معانسين فاهمة بس الليلة فتحت لنا السكة فبدأ الامل يتجدد فيه امس فيه امس على حسب الشخص يعني هشام شخص جميل قوي 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 ويعتمد عليه ففاقي يعني ما قدرش يقول له ايه شروط احمد زاير في الجواز اللي بناتو بوسي انا فاكرا ان في الاعداء اللي هيبتل عكس انت طبعا يا احمد اعتقد انت مشاه على الله كده مفيش لسه شروط في الجواز لا خلاص بقى شروط في الجواز مفيش شروط في الجواز انا شايف موضوع الجواز ده يعني حاجة بتاعت ربنا هي الموضوع بيجي بنصيبه يعني كل حال تيجي برزقها انا شايف كده هو لسه الموضوع شوية طيب انا عايزة كل واحد يكوي يوصف لي تفولته في كلمة في كلمة؟ كلمة نحن بنا ده بدا المجاوزين اول في الاول في كلمة واحدة اه اه ممكن حظ انا كنت محظوظ في تفولتي ملك اه ممكن هدوء كنت تكتفولها هدوء ودلوقتي نفس الهدوء هدية فعلا ولا ملك لا ملك هادية جدا بجد بجد اه بصراحة هادية حتى في الشغلة هادية هي بس في الشغلة تخاف على شغلة قوي فهي ايه بتبقى كده في الشغلة ستريكت جدا بس هي هادية انا مش هادية خالص خالص اه بيخش الوكيشن مبدئين انا بيخش عاملة كده شوية اللي انا اللي انا على المشهد وهو بحبيبي بيعرف وهيعمل ايه والدنيا تمام بيخش يسلم على الوكيشن كله بصراحة 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 من جوا كده بصراحة 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 على كل الناس والكبير والصغير ودي حاجة لذيذة قوي فيه أنا ببقى الأول مكسوبة شوية وتنشن فاهم خايفة هو اللي بيبقى واخر على الناس قوي وبعدين تحسيني عارف كل الناس الأسئلة الجاية هسألكوا أسئلة ليه كنتوا الاثنين كل واحد هيكوا هجاوب عليها بالتوازي طيب بينما أني سأسأل ملك الأول زي ما احنا تفعلنا من أول الحال نعم شكراً مين فيكوا شخصيته محاربة أكتر في الحياة؟ مين فيكوا فايتر كده ومين سايبه على الله؟ بص احنا ما فيناش حد سايبه على الله بس أحمد طبعاً أقوى وأشد يعني أنا أهدى شوية بس أنا أنا بشتغل حاجات تانية غير التمثيل فاهمة فا تشتغل ايه تاني غير التمثيل؟ بشتغل في عربيات بشتغل في كازا حاجة يعني ممكن نعمل حاجة مع حد بتاع كده فاهمة فا من هو سوار بشتغل فهو وأنا معتمد على نفسي وبصرف على نفسي فاهم طبيعي بقى تقول لك إنو فايتر ما يعني مصح فاهمة 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 ملاك كمانين تكون شغالها في شركة تي ار جنب التمثيل اوه لسه لسه أنا لسه فيها بس أنا بوقفة شوية عشان مش لحق بس خلص الجامعة مع الشغل وفتاع اوه أنا بحب دايما أن يبقى عندي كزا حاجة بفهم فيها وموسع مدركي كده فاهمة إذاً يبقانوا لدين فايترز يعني في الشغل يقولك في شغل أه اه محاربين مين فيكو عصبي أكتر؟ أحمد اه انت عصبي أكتر؟ اه ايه أقصى حاجة ممكن تصويرها في عصبيتك؟ لا بعيد أول مالك ممكن تجايوب على السؤال ده ما منكو أصحى؟ على حسب مع مين؟ يعني أو على حسب الشخص اللي قدامي يعني في ناس ما ينفعش تعصب عليها يعني في ناس ممكن أفهمة يعني يعمل أكتر من العصبية هو على حسب كل شخص وبرضو اللي قدامك أنا شايف إن الشخص اللي قدامك هو اللي بيعرف يتحكم في الموضوع هذا شوية هو اللي بيعرف يحتويك وانت متعصب وانت مش متعصب برضو بيه هو الموضوع بييبقى خدوهات كده يعني بالراحة طب أنا ممكن أسأل السؤال بشكل مختلف شكالي ايه ملتوي ايه أكتر موقف شوفت فيه أحمد عصب؟ أحمد؟ لا مزهونش ان احنا وجههنا موقف شوفت في عصب يا اوي حتى الآن تمام بس هو مثلا يعني ما بيكون في مشاكل في الشغل او كده بيكون مش فيه تانش من كده بقوله طب ماسيمك دلوقتي حتى يعني ايه؟ ارجع لك وقت تاني ارجع لك وقت تاني لا انا ما بحبش كوم مش مرتاح في الشغل بصر ما بعرفش يعني ما بعرفش تغل في حاجة مش مرتاح فيها لو خروجة حلوة ولا أنتخة في البيت تختاري ايه؟ قوليلي أحمد يختار ايه؟ وأحمد يقوللي ملك تختار ايه بخبرتك وكده في بعض مش حاسة أحمد خروجة وملك؟ يعني هي ملك بتحب تخرج برضه بس غالبا أنتخة يعني أنتخة في البيت تختاري طيب خنقة بينكم ما حدش عارف معنا حينا خنقة بيننا احنا؟ اوه انتم محب ما بيشتوا محب ما بيتخنقوش هلتتخنقنا بابل كده؟ اوه 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 شوفي؟ تتخنقنا امتا؟ تب انت هتحتي؟ لا لا معلش يبقى لا تتخنقنا؟ بصي داخلتك خنقة؟ ايوة لا يعني في الشغل انا بسرح جدا بس خنقة في الشغل لا مصبوب مش يعني لا انت قلت انك في خنقة ايه؟ انت قلت انك في خنقة ايه؟ عارف ايه؟ انا قلت معرف نوع الخنقة اه والله انا فاكر بجد حتخنقنا ليه؟ ما عرفش احنا تخنقنا اصلا؟ مش فاكر اوه طيب انا هعمل معاكم دلوقتي تست كاميرا ماش خلاص ملك انتو دلوقتي في مشهد وملك افاشيتك بتخنها مع واحدة من صحابها للانسي مخصصي شبال حاجة دلوقتي تجنيعا حلو الكلام فملك بتواجهك بخيانتك ليها وانت بالفترة بتدافع عن نفسك فجؤك انا مش خاين اصلا والله ايه؟ ايه؟ انا اقولك عماتا يا شخي هو حاب يلوي انت عايز ان داخل الناس في مرضاكي جدا انت عايز ان مش كده بصمحة انا يعني نعمل مشهد اه اه هتبدأ معك واجي بقى بخيانتك واحمد ده هنشوف هيخرج من الموضوع الزي هايخرج من الموضوع الزي هايخرج من الموضوع الزي انا أخرج يعني اللي كم اخدا طب انت هتقول لواحدك بقى او دا انا هقول او شخب انا هتقول انا نعرفت كل شاجة عرفت كل شخب عن شخب انا شفت كل حاجة على موبايلنا موبايل انا؟ert موبايل انا وفين دا او ايه ليا يا فن دا او ايه لطن قد apare paint ايه اللي حصل انشاءات اللي بينك وبينها طيب مش كده انا رازم اياها حتى اكلمها بقى في البنية وبينها حاجة لا هو انشاءات مش عادي مش عادي ازاي لا مش عادي وبتقولها في كلام ما يصحش ما يصحش ما يصحش وما يصحش وانت في حد في حياتك طب وانت جاءت كلمين انا كلمين كلمين صاحبتك انت فعلش انا اه هكي هتعصب لجائك يعني ساحبتها ايه الغلطان وانت عايز صغير بقى بتمشي مع اي حد لا مش بامشي مع اي حد بس اه طب وانت ايه ما عندكش انت ما عندكش قرار بتاخده من نفسك ما هي في صراحة برض امالك ايوة 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 قروا المشهد خلونا ننطفل اللي حاجة تطبيق اولا تقليق بالظبط طيب بما انكم صحاب بجد احنا عايزين نعرف بقى انتم صحاب ولا بيزنس حلو الكلام فانت هسألكو شوية اسئلة كل واحد برضو هيجاوب عن التاني اكتر كلمة احمد بيقولها اه لازمة معي على طول استني والله العظيم هقولك تبقى صعي على قلتي مثلا انا كل حاجة اعرف انتم باغي دلوقتي بس انت فا انا عنا كزا حاجة في قناة كتير ايوة بيقول بجد والله كتير اه دي هيئة بيقولها ازاي بقى يعني تقمسك كده طب ملك لما بتتعصب بتتكلم ازاي لا ملك هدية وهي متعصبها اللي هو اصلا تعصبك اكتر ليس تعصبك اكتر بس هي ملك بتتكلم بالمنطق اولا يعني ايه وبالعقل يعني طب بص احنا يعني مثلا لو ما فيش حالة حصلت قبل كده بس انا يعني اه اه في الموقف العادية في الموقف العادية بحس لا بص احمد انت انت ركز في الشغل وهي ملك عقلة كده شقرازينة اه فاهمت بصراحة بتتكلم تقولي حاجة براحة الوش الثاني اه لانني تعصب بتعصب برضو بس مش زيه بتعصب برضو لكن انا عصبيتني لا انا اقوي توårt سوطه عالي انا عشانوصة امرحلة الصودها لازم تكوني جايبة اخي في العصبات وهو اخي которые بقى بعايد clause هو ما عنديش اللي هو يبقى لما بتعصب قوي بعيد هو لا بيتعصب بيطلع بقى طيب لو فيه مثل شعبي هتمشي به في حياتك كلها ايه هو؟ مثل شعبي؟ طول منا زمار وانت طبال افراح لحياتك معنا حلوة دي صح وانت يا ملك؟ ممكن امشي عادة بيحترق عدوك فيك صح طب مين اكتر حد بيخرج ملك عن شعورها؟ لا مش عارف اكتر حد بتتخلق معي اللي هو ايه مسكة تليفون تنكش في ليلة بتنكش في مواني اكتر حد تقول الوقت فيه شد وجذب منهم مش عارف بس غالباً اخواتها صغارين يعني اه مجننينكم بحيش الحراحة طب واكتر حد احمد بيتخلق معي؟ احمد؟ قول الناس غالباً احمد بقيت خلق مع تبان ويشه يعني يحبوك بس لا يعني اه اي حد بكتب احنا اليهارد اتتشفنا فيك صايد مختلف اوي احنا اه يبان هاي اه يبان كيوت لا اصدر مش كيوت لا مش كده ها مادي الخدعة بقى احنا كده قلنا السر قلنا السر عشان الناس دلوقتي نقطة ضعف ملك ايه؟ نقطة ضعف نقطة ضعف ملك غالباً علتها اه غالباً ونقطة ضعف أحمد النقطة ضعف أحمد ممكن برضه اهله شغله اه قولينا بما انكم بقى صحاب اكيد اسراركوا او شوية من اسراركم مع بعض قولينا سر عن ملك ما حادش يعرفه ما حادش يعرفه ملك ما بتاكلش بجد؟ اقسم بديني ما بتاكلش ما بتاكلش في التصوير ما بتاكلش و هاambre الصباحة ما بتاكلش في التصوير بس كل حالية ملك في الحياة كلها ما بتاكلش وفي التصوير ملك وهاabord سايمة و sortفي و هيح咬مة هيأتي وقت الفطار وليسicans ما بتاكرها بجد ذي حقيقة كما لك كده لا أعرف أنا و أبي عندنا رأي الحردة لاي أنا بتاكل عادي والدنيا حاليا أحمد تواجر بقى لا أنا عادي طب ده مؤخراً ولا طول عمرك لا أترى عمري أنت كنت خاسة بشكل كبير قوي وصلتي للشيء بأكيد أنت نفسك كثير لا لسه فتحاولي تحافظي ولا أنت كده طول عمرك وكنت من الناس اللي بتتخمي الهواء كما بيقولوا أنا لا تتخمي الهواء ذي حقيقة أنا بجد بجد من الهواء ممكن أصحى يعني نهارت ده أنا شكلي حاجة بقى بحس أنه شكلي مخترفة فأهم أنا مجنونة بس في التصوير وأنا بشتغل ببقى عاملة كده قوي بمركزة قوي فما أمبعرفش أكون خالص بقضيها شربة بقى طيب إحنا كثير قوي خناقات الجيل بتاعنا لا تنتهي فأنا أريد زر بقى ايه كل واحد تيكو سايد وتفكير دماغوا شوية مبدئياً كده أنا عايزة أسألكو هيا ست ملزمة ولا مش ملزمة على حسن ملزمة ولا مش ملزمة ملزمة بإيه؟ بإيه؟ بإيه ما تسموني يا حددني كل حاجة يعني ملزمة بإيه؟ بشغلها كست أو إنها مثلا تكون في البيت أم لو بتشتغل تكون مهتمية ببيتها برضو أنا معنى ست تشتغل وكل حاجة علشان بس ما تتبناش في حيث تانية خالص بس إلحة نفسك أيها بس ست يعني عندها حاجات تانية برضو يعني لما مثلا تتجوز يا مهتمة بجوزها لما تخلف يا مهتمة بأولادها لو ده جنب شغلها مش هيأثر فتمان يعني ست تشتغل وتخلف وتروى وتكنس وتطبخ وكده تشتغل وتخلف طبعي عما هي دي ست إحنا ما أقولوا دين كده أو بس مين قال إن الحياة مش مش مشاركة يعني أنسي مثلا شايفة إن دور ست إنها تشتغل وتخلف وتطبخ وتكنس ودور الراجل إنه يشتغل بس بسي 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 أنت هتوضينا بسيين دا يا درماتي دور الست إنها تعمل هي عايزة مبدئيا هي عايزة تشتغل أوكي مش عايزة براحيتها ده ده بتاعي أنا معاكف ده جدا لأنني أنا مش أكبرها تشتغل بس أنا أكبرها أنها تعمل حاجات في البيت يعني مش تعمل حاجات في البيت تتهتم بأولادها وتهتم بكل حاجات بس بسي ست أم حلو طبعا خلينا مقتنعين حلو أنا موافق فمعنى أن أنت بقى عندك طفل من مسئوليتك وفي زوج في مسئوليتك مفيش حاجة اسمها أصدنا عندي حاجة تانية أهم ده مبدئيا ده واحد فأهم حاجة ونمبر ون في حياة أي ست بيتها وجوزها وعيالها ده شغلها ده إنه يجي أي حاجة تانية في الدنيا هو أنت بتشتغلي بمزاجك ولا مثلا الرجل هو اللي بيخليك تشتغليه بمعنى هو ده على فكرة أفكار مهو ماشي أنت عاد أنت لازم بتشتغل حاليتك بس كده صح فهذه النقطة؟ هو عايز يقولك أن أنا زي ما أنا ملزم أشتغل أنت ملزمة نظافي وتطبخي وتاخذ بارك من عائلة أنا لو ملزم أطبخ وأخو بالي من العهال وأعمل كل شيء أساعد ماشي لو فاضي هساعد ماشي ماشي أجيب لك حد يساعد لك عائلة ده موافق مهو طبيعي أي رجل يقدر يجيب لي مراته حد يساعدها عادي جدا ده لازم ده مفيش يعني شابشن شابشن لو مقتدر تمام لو هي موافقة النهام الجوزان هو مش مقتدر يبقى تستحمل بقى بس كده هي الرجل رجلي والست ست يعني الست ملزمة بحاجات والراجل ملزم بحاجات أنا المفروض أشتغل وأصرف على البيت وأخرج وأكل وأجيب لبس الأهال ويبقى أب برده ويبقى زوج كويس برده والحاجات دي مع الشغل مع ضغطات الحياة ما حاجات كتير قوي لأن انت ملزم الراجل ملزم يصرف على بيته طبما إن الحياة صعبة والراجل ملزم يصرف على بيته وأنت شايف إن استيت طالما بتشتغل وبتاخد جزء من وقت بيتها وجوزها المفروض تشارك مع الراجل في مصاريف البيت ولا دي لأ الراجل ملزم بقى هنا أه ملزم وانت شايفة إيه؟ وانت شايفة إيه؟ أنا معي استغلت تحترم يعني أقولك على حاجة مش عشان أنا مش عايزة أصرف أنا لو اتطلب مني هعمل ده بس هي الرجال كوامونة عن النساء بموضوع لأ وحتى لو الستة عرضت حتى لو الستة عرضت فلأ أصلا أيوة لو أنا هصرف أنا كمان طبما بقى يلا بقى كل حاجة لا هي على راسي وكل حاجة بس لا فلوسك ليكي مش لحد انت تشتغلي فلوسك ليكي أعجبتك جيد أعجبتك جيد أعجبتك أعجبتك هو صحيح كل اللي اسموه محمد ما نقدرش نصق فيه لا 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 وينفعش باقي اسموه أحمد بقى يعني بعيدا عن باقي ممكن نكون باقي قاعدة شايفة جميل والله لا لا يعني عجبتك إن شاء الله نقصر قاعدة ونصق في رجالة اسموه محمد نقصر يا قصري نمشيها نمشيها أوكي تربية العيال مسؤوليت من من الستة والراجل لحي تسهد خاني كدر السهد خاني الستة والراجل بس الراجل العامل الأكبر عند الستة الراجل على قد ما بيقدر يعني أصلا الراجل بحسه صاحب يعني الولد لما بيجور مثلا لما بيصاحب ابنه الموضوع بيقى مختلف قوي مش هيعمل حاجة من وراء مش هي في مرحلة كده إحنا نعدي بيها بتبقى صعبة جدا لو ما صحبتش ابنك فيها الدنيا هتروح في داهي صح لقى يا قلة أهمية عن وجود مامي كان متدخل جدا في تربية في كل حاجة طبعا مامي كان بتعمل 80% من العمل بس الـ 20% أو 30% بتوعبها بالـ 80% من فهمها قصدي من قوي برضو أزواج الفهمة في مثلا بيقولك كده كان كنت زمان بسمعه يعني بيقولك الراجل مايعبوش اللي أجيبه تمام؟ يعني أنا أنا مفتهم الراجل مايعبو حاجات كثيرة أية ماذا أكثر حاجة تعيب الراجل؟ سواني بس ماذا أكثر حاجة تعيب الراجل؟ هو نفسه يعني هو نفسه الراجل بيبقى فيه حاجات عيوب في شخصية الراجل نفسه بتعيبه طبعاً ماذا أكثر حاجة ما تستحمليهش تكون في الراجل؟ حاجات كثيرة أنه يبقى بخير يبقى مايعبوش اللي أجيبه لأ رجاء من نفس النقطة فلوس فلوس مش مهم فلوس فمشاعر يعني كده؟ فمشاعر يعني كده؟ فمشاعره في كل حالة في الدنيا راجل بخير أنا بقرى راجل القاسد عرفة راجل أنا راجل قاسد واحد يسوي اتنين متيش أي مشاعر عملي عملي أنا بقرى يجب الراجل يفكر بمشاعر كده وينزل لنا كده عشان احنا بنفكر بقلبنا فانزلي تحت كده في حاجة كثيرة أجل من رجال بس يعني كنت بتفكروا أكتر من رجالة يعني أنتوا أسكع ما تنفعها كثيرة طبعاً لا أقصدش يعني أنت مطبق أن الستة أسكى من الرجل ستة أسكى وتستحمل أكتر 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 طبعاً ومشان اللي قلت يعني ده ربنا اللي قلت أيوة صح بس لأ أنا قلت أني رجالة بالفقر تراكتك الأكتر اللي هو واحد زائد واحد زائد واحد زائد اثنين زي ما أنت قلت لأ إحنا عندنا واحد زائد واحد ممكن يسوي 11 عادي صح يبو 11 عادي صح فالدنيا يعني ما ليس فشكلتي بقى ما هو لا أمال مشكلة في مين ما هو واحد زائد واحد زائد واحد زائد اثنين ما انت لاب يش هتحتويني وما مين لا يحتويني لا ما ده غلط ده بقى بصي بحب العالهادي يعني لو عرفت تحتويني أنا الموضوع بنزبالي خلص الكلمة الحلوة يعني ما احنا كده الموضوع هنا مش ما احنا كده صحنا بيضحك علينا بكلمة مقسم لكلمة حرف والله يقول رجل كده تبدأين مؤطفال يعني يعني الراجل شوية لو عرفت تحتويني الموقف يا حبيبي يا بقى عارفانتي الحاجات دي الموضوع يبقى أسهل بكتير يعني في النهاية اتفقنا أن الراجل أو ست في الآخر احنا بنيجي بكلمة كده 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 ننتقل الليسان هو اللي ميشي كل حاجة اه ولو رجل برضه سوي لذيذ فيك الجرمة زي صلاح مثلا صلاح في نعب الأبوكادو كان غير سوي بالمرأة ده ما ده ما ده ما ده بصي ده ده ما ده بقى مش من الناس اللي حن تتكلم علي من الناس طبعيد ملك السنة دي كلنا الحياة كنا شايلين من صلاح بشكل كبير قوي ويو انت قاعدة تتفرجي على أحمد زاهر في هذا الدور الشرير جدا اللي ضد المرأة تماما وضد الكلام اللي احنا بنقوله بقى المساعة في البلنامج كدتي شايفه ازاي بصي احنا عشكم نتفرج كبان كلنا مع بعض احنا دايما لما بينزل لحد فينا حاجة بنوضت كلنا كانت جمع ونتفرج احنا بجد ده مع نهاية كل حلقة كلنا بنتلح كده ونبصره هوبي بعايز يقول لنا طب اي ما عملي مش عملي والله اي ما عملي بس احنا بجد كنا فعلا مستفزين منه بشكل رهيب لانه فعلا عملت دور يعني طب اوصفي لي الراجل اللي ازاي صلاح ده في كلمة نطع وانت يا احمد شخصية صلاح يعني اه اكيد فرجت عن نعمل ابو كاتو شفت نعمل ابو كاتو شفت ديره شخصية صلاح عاملة ازاي اوصفها لي بكلمة بما اننا نتكلم عن الراجل وعن السلم جعان شبع بعد جوع حلوة نطع وشبع بعد جوع فعلا ده اللي يوصفه اه طيب انا عايزك ودلوقتي هتختاروا تيك توك هتعمله لنا مع بعض ايه تيك توك يعني عارف انت واخيتكو كده فترة دي لا 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 هم بس ايدك لا اختار حاجة ثانية طب ماذا حلو والله يلا بقى يا ملك في واحد كده بيحبه بطومش ماشي يلا عمو سامي عمو ماي عمو سامي غر اناي غرقنا عمو سامي جاي 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 عمو سامي انت هاقزيني حلم من احلام دلوية ايه 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 يعني احمد عنان وملك احمد زاهر انتو نورتونا النهاردة وكنتو خفافة على قلبنا والحقيقة احنا شفناكو الساميدي في رمضان بشكل مميز واحنا بنتمنى دايما ان نشوفكم مميزين ومتقلقين وان شاء الله اللي جاي كله ليكم احنا بس عايزين نشكر حد نشكر استاذة شرين عادل او بجد 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 بصراحة ايه بجد بجد مبدئين محرجة اوارة بصراحة واحتوتنا جدا 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 ومركزة معنا جدا 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 وبجد بجد احنا الاثنين نتمنى نشتغل معها تاني كتير قوي واعزين نشكر الناس كلها بقى كرول اخراج كله والتصوير واستاذ احمد السوبكي واستاذ بشير واستاذ احمد زاهر وجميع الابطال وكل الناس اللي كانوا معنا بجد بجد احنا فخورين احنا اشتغلنا في العمل ده وتاني نشكر استاذة شرين بصراحة احنا بجد بجد واحنا كمان فخورين ديكو ودايما يا رب متقلقين ومخفرين الدنيا واللي جاي كله ليكو بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا ان شاء الله نتقابل في كل نجاحاتكم اللي جاية ان شاء الله بإذن الله نورتونا مشاهدينا دي كانت حلقتنا مع ملك احمد زاهر واحمد عنان يا رب نكون كنا خفافة على قلوبكم انا بشكركم شكرا جزيلا على المتابعة وانتظرونا في لقاءات مختلفة مع نجوم انتو بتحبوهم على تلفزيون اليوم السابع كنت معكم انا من نايحي